وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح أن تنفيذ قطر للمطالب الثلاثة عشر يحتاج لآليات للتحقق والمراقبة في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة من سياساتها السلبية والعدوانية في المنطقة الحوار هو شريطة التنفيذ الكامل للمبادئ والشروط الثلاثة عشر وبالتأكيد أنه ليس هناك أي نوع من التفاوض لأن التفاوض ليس هنا محل أن يتم التفاوض على مثل هذه المبادئ والوصول إلى تنفيذ بعض وليس كل أو العمل على الوصول إلى نقاط التوافق لا تؤدي إلى تحقيق الغرض بشكل كامل وأيضا من الطبيعي أن هذا التنفيذ يقتضي وضع آليات تستطيع أن يتم من خلالها تنفيذ هذه المطالب وهذه المبادئ وهذه الآليات لابد أن تكون آليات كاملة وتؤدي إلى الغرض وتشارك في وضعها وفي مراقبة تنفيذها الدول الأربع ودول أخرى ربما فاعلة حتى نضمن بأن هناك تنفيذ كامل وشفاف وأكيد لكل ما يحقق مصالح ليس فقط الدول الأربع ولكن الدول المنطقة والعالم أجمع ترجمة نانسي قنقر